تواجهت الروبوتات أصلها من ستة بلدان من بينها الولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية في إطار مسابقة يقضي الهدف منها مواجهة كوارث من قبيل الحديثة النووية التي وقعت في فوكوشيما ومن المزمع أن يعلن السبت عن الفائز بمسابقة داربا لعلم الروبوتات الممتدة على يومين في ولاية كاليفورنيا الأمريكية وسيحصل الفائز الأكبر على جائزة بقيمة مليوني دولار في حين سيقدم لأصحاب المشروع الذي يأتي في المرتبة الثانية مليون دولار وسينال هؤلاء الذين اختيروا في المرتبة الثالثة خمسمائة ألف دولار عندما ينهار مبنى بسبب زلزال أو مواقع تشهد مفاعلات نووية أو أوبئة مثل فيروس إبولا نتمنى في أحيان كثيرة لو كان في وسعنا إرسال روبوتات إلى أماكن تعد خطيرة بالنسبة إلى الإنسان ويشارك في هذه المسابقة أربعة وعشرون روبوتا برفقة فرق المصممين وهي 12 من الولايات المتحدة وخمسة من اليابان وثلاثة من كوريا الجنوبية واثنان من ألمانيا وواحد من إيطاليا وآخر من هونغ كونغ بدأنا العمل على هذا المشروع منذ ثلاث سنوات يتألف فريقنا من 15 إلى 20 شخصا كنا نعمل سبعة أيام في الأسبوع نقوم خلالها بتجارب على الروبوتات لنرى كيف يمكنها مواجهة العراقيل وتقدم لكل روبوت فرصتان لمواجهة مجموعة من العراقيل في ثمان مهمات بما في ذلك القيادة وفتح باب وفتح صمام وضرب حائط والتنقل وسط الأنقاد فضلا عن صعود السلالم ونزولها وقد اختار القيمون على هذه المسابقة هذه المهام وهم يضعون مصبأ عيونهم كارثة فوكوشيما اشتركوا في القناة